هذه التظاهرة التي شاهدتم صوراً لها قبل قليل شاركت فيها ناشطة مدنية تدعى هنا أدوار وبعد انتهاء التظاهرة وخروجها من ساحة التحرير تعرضت للدهس من قبل عجلة من نوصالون ناشطون قالوا إن الحادثة متعمدة بسبب موقفها من نور المالكي الناشطة هنا تعرضت لكسور متفرقة وتم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد ببغداد طبعاً هنا مشاهدين الكرام لها مواقف سابقة مع المالكي كما يتداول نشطاء عراقيون على فيسبوك وذكروا منها أنها صرخت بوجهه في مؤتمر صحفي معني بحقوق الإنسان وفي ذلك الوقت أمر المالكي أفراد حمايته بإخراجها بالقوة من قاعة المؤتمر نتابع هذه الصور تبين كيف أصيبت الناشطة المدنية هنا إدوار في أعقاب مشاركتها بالوقفة التي سعى من خلالها عراقيون إلى التعاطف مع أهالي ضحايا حادثة سبايكر أكذا الصور توضح أنها أصيبت في ساقها اليسرى بكسور